اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم لا يكفي الاحتياجات أسرته الكبيرة مما اضطره للاستدانة من أحد أقاربه وقرر شراء محل صغير ليبيع الفواكه والخضروات معاقون جسديا مكفوفي مثلا ومع ذلك وصلوا إلى مراكز متقدمة في التعليم هذا الموقف والمواقف المختلفة نشأت بناء على شيء أشبه بالمحرك الذي يدفعنا إلى القيام بسلوك ما لحاجتنا الفعلية إلى تحقيق ذلك السلوك وهذا المحرك يسمى الدافع والدوافع هي المحرك الأساسي لسلوك الإنسان ومن أكثر موضوعات علم النفس أهمية وإثارة لاهتمامات الإنسان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة آل عمران توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وجبل فيه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من الذهب والفضة والأموال والخيل المسومة الخيل الجميلة والأنعام والحرث كل متاع الحياة الدنيا وهذا ما يوافق ما درسه علم النفس في الدوافع التي تحرك فينا هذه السلوكيات من الأهداف المقررة من دراستنا لهذه الوحدة أن يحدد الطالب المقصود بالدوافع يميز بين أنواع الدوافع المختلفة يبين كيفية استثمار الدوافع المكتسبة للنجاح في الحياة يوضح الطالب أهمية الدوافع في التأثير على سلوكيات المختلفة ونرى هنا أن في دوافع فطرية مثل الجوع والعطاش والجنس ودوافع النوم والأمومة وأيضا تطرقنا إلى العديد من الدوافع المكتسبة مثل دافع حب التملك والتقدير والاحترام إلى غيره من الدوافع المكتسبة أيضا يمثل الطالب لكيفية أداء الدوافع لدورها هذه الدوافع لها دور في إحداث السلوك يرسم هيكل لدورة الدوافع في التأثير على السلوك الإنساني يحدد شروط إدارة الدوافع وأيضا يميز بين أنواع الصراع بين الدوافع في عدة أنواع للصراع وهذا ما تطرقتوله من دراستنا للدوافع أيضا يكتسب مهارات حل الصراع بين الدوافع ويوضح المقصود بالإحباط عندما لا نستطيع إشباع هذا الدافع فيحصل إحباط نوضح ما المقصود بالإحباط ويحدد العوامل المؤثرة في تحمل الإحباط أو عدم تحمل الإحباط إذن يحدد العوامل المؤثرة في تحمل الإحباط يكتسب مهارات السيطرة على الدوافع والتحكم بها نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول أكمل عزيزي الطالب أكملي عزيزة الطالبة التعريف الآتي الدافع حالة جسمية أو نفسية لدى الفرد تجعله يقوم بأداء فيه من أجل تحقيق نرى ما هي الكلمات الناقصة في هذا التعريف الدافع حالة داخلية مدام نقلنا جسمية أو نفسية فهي كلها حالة داخلية يشعر بها الإنسان لدى الفرد تجعله يقوم بأداء لما يشعر بهذه الحالة الداخلية يقوم بأداء معين وهو السلوك يقوم بسلوك معين في اتجاه محدد كل دافع يحتاج إلى اتجاه معين لإشباعه من أجل تحقيق ماذا؟ من أجل تحقيق هدف معين إذن الدافع هو حالة داخلية يشعر بها الإنسان سواء كانت جسمية مثل الجوع أو نفسية مثل دافع حب التملك مثلا أو دافع التقدير لدى الفرد تجعله يقوم بأداء سلوك معين في اتجاه معين من أجل تحقيق الهدف هنا الطالب قام بأدبئة هنا عفواً الولد شعر بدافع الجوع فقام بتناول الطعام أو التفكير الآن ما هو السلوك الذي يشبع هذا الدافع هو تناول الطعام ضع أو ضعي كلمة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية تنقسم الدوافع إلى دوافع فطرية ودوافع مكتسبة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ نرى العبارة الثانية من أمثلة الدوافع المكتسبة دافع الجوع والعطش والراحة ثلاثة هناك دافع فطري وهو دافع تجنب الخطر لتحقيق الأمن نرى العبارة الأولى صحيحة تنقسم الدوافع إلى دوافع فطرية ودوافع مكتسبة من أمثلة الدوافع المكتسبة الآن في نوع من أنواع الدوافع دوافع مكتسبة نكتسبها من البيئة دافع الجوع والعطش والراحة نرى هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا هذه العبارة خاطئة لأن دافع الجوع والعطش والراحة لهو النوم الحاجة إلى النوم كلها دوافع فطرية حتى الطفل الصغير المولود يشعر بهذه الدوافع من دون أن يتعلمها من البيئة هناك دوافع دافع فطري وهو دافع تجنب الخطر لتحقيق الأمن أيضا العبارة صحيحة من الدوافع الفطرية دافع تجنب الخطر حدد أو حددي عزيزتي طالبة نوع الدوافع في الأمثلة الآتية المثال راح نشوف إيش الدافع اللي يتكلم عنه هذا المثال يشعر خالد بحب كبير إلى وطنه المملكة العربية السعودية هذا المثال يتكلم عن الدافع للانتماء اللي هو دافع مكتسب الأم التي تسهر بجانب ابنها المريض حتى الفجر هذا دافع تشعر به الأم اللي هو دافع الحفاظ على النوع البشري من ضمنها هذه الدوافع اللي هو الحفاظ على النوع البشري دافع الأمومة وهو دافع فطري محمد منظم في عمله ولديه أخلاق رفية في تعامله مع غيره لذا فإن من حوله ينظرون إليه بعين التقدير والاحترام هذه الدوافع اللي هو الدافع الأخير مثل ما يقوم به محمد هو دافع الدافع للتقدير والاعتبار وهو دافع مكتسب ضع أو ضعي كلمة صح للعبارات الصحيحة وكلمة خطأ للعبارات الخاطئة مع التعليل للدوافع أهمية كبيرة في المحافظة على الكائن الحي والمحافظة على النوع صحيحة هذه العبارة من وظائف الدوافع إصدار السلوك وتوجيهه للمصدر الذي يشبع الحاجة أنا لما أشعر بالجوع يجعلني أقوم بسلوك هذا السلوك يجعلني أشبع هذا الدافع أيضا العبارة صحيحة كلما كانت الحاجة ملحة وشديدة كان السلوك المنبعث ضعيف هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ عزيزي عزيزتي الطالبة لما أنت تشعرين بجوع شديد جدا هل لا تبالين بهذا الشعور؟ يكون السلوك المنبعث ضعيف؟ أم ماذا؟ خطأ إن كلما كانت الحاجة ملحة وشديدة كان السلوك المنبعث قوي حتى يشبع هذه الحاجة إذن كلمة ضعيف هنا خاطئة نستبدلها بكلمة ماذا؟ قوي حتى تشبع هذه الحاجة يكون السلوك قوي أكمل وأكملي دورة الدوافع التي أمامك أو أمامك عزيزتي الطالبة وضعت أنا بعض من أجزاء هذه الدورة نكمل بعضها أول بداية لهذه الدورة وجود الدافع أنا شعرت بهذا الدافع الجوع شعوري بالجوع ماذا يحدث بعده؟ ما حدث في الخطوة الثالثة هي هو إثارة سلوك البحث عن الطعام بعدين لدي فراغ ثم الجوع مرة أخرى وتتكرر هذه الدورة نرى حالة عدم الاتزان لما أنا أشعر بالجوع تأتيني حالة عدم الاتزان فأقوم بإيش؟ بإثارة هذا السلوك للبحث عن الطعام ومن ثم وجود الطعام أشبع نفسي بهذا الطعام يستعيد جسمي توازنه وينخفض معدل الدافع خلاص أنا أشبع الدافع الجوع فينخفض هذا المعدل إذن هذه الدورة هي الدافع مثلا عندي الجوع العطش النوم حالة عدم الاتزان أشعر بها بعد شعوري بهذا الدافع ثم إثارة السلوك وهو البحث عن الطعام تناول الطعام وهذه الدورة تتكرر في بعض ساعات أو مثلا بعد في اليوم التالي مثلا أشعر بالجوع مرة أخرى وتتكرر هذه الدورة يقول الله سبحانه وتعالى موضوعنا في الدرس الثاني من هذه الوحدة إدارة الدوافع والتحكم بها حتى أدير دوافعي الله سبحانه وتعالى جعل عندي هذه الدوافع أنا اكتسب دوافع من البيئة ولكن بما أن الإنسان له عقل ويتحكم به فالواجب علينا أن نعرف كيف نتحكم في دوافعنا يقول الله سبحانه وتعالى صدق الله العظيم إنه لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا واشربوا ولا تسرفوا لا بد أني أنا يكون عندي إدارة للدوافع حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوصينا في كثير من أحاديثه بالاعتدال في تناول الطعام وفي ديننا الحنيف في جميع مجالات حياتنا لابد من الاعتدال في إشباعنا لهذه الدوافع والتحكم بها السؤال الآتي صحح أو صححي عزيزة الطالبة ما تحته خط في كل عبارة من العبارات الآتية واحد من شروط إدارة الدوافع إشباعها يكون شرط أني أشبعها بإسراف هل هالعبارة صحيحة؟ طبعا خاطئة ما تحته خط هي كلمة إسراف وهي الخاطئة أشبعها ولكن باتزام باعتدال كما في الآية السابقة حيث قال الله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ثانيا من شروط إدارة الدوافع عدم الاعتراف بها وإنكارها أنا أتناسى هذا الدافع ولا أعترف به هذه الكلمات خاطئة فيجب الاعتراف بالدوافع كمكونات لشخصية الإنسان أعترف بها أشبعها بالحلال ولكن حتى الحلال في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى وفي حدود عدم الإسراف والاتزام ثلاثة عندي أنا صراع الإقدام الإحجام في أنواع الده للصراعات التي يتعرض لها الإنسان صراع الإقدام الإقدام صراع الإقدام الإحجام صراع الإحجام الإحجام إلى آخره هنا كلمة الإحجام خاطئة لأنها غيرت المعنى صراع الإقدام الإحجام هو الاختيار بين أمرين كلاهما جيد ومرغوب فيه هل عبارة صحيحة الاختيار بين أمرين كلاهما جيد ومرغوب فيه ولكن كلمة الإحجام هي الخاطئة حيث أنها تستبدل بكلمة الإقدام صراع الإقدام الإقدام لما أنا أختار محتار بين مثلا تخصصين في الجامعة كل كلاهما جيد ومرغوب فيه في المجتمع وأنا أميل إليهما ولكن اخترت ما بينهما لأن كلهما جيد ومرغوب فيه فهذا هو صراع الإقدام الإقدام أربعة صراع الإقدام الإحجام هو المفاضلة والاختيار بين أمرين كلاهما جيد ومرغوب فيه نرى لماذا كلمة كلاهما خاطئة؟ أحدهما إذن صراع الإقدام الإحجام هو المفاضلة بين أمرين هذول الأمرين أحدهما جيد ومرغوب فيه أكيد وبالتالي يكون الأمر الآخر غير مرغوب فيه بالنسبة للفرد فعشان كذا عنده صار حالة الصراع الإقدام مع إيش يا طالبات وطلاب الإحجام خمسة الإحباط مشاعر مؤلمة تنتج عن مقدرة الإنسان الوصول إلى هدف طبعا كلمة مقدرة خاطئة ما هو ما هي الكلمة الصحيحة؟ هي عجز الإحباط مشاعر مؤلمة لماذا نتجت هذه المشاعر؟ عن عجز الإنسان الوصول إلى الهدف الذي يريد الوصول إليه سادسا عندما يكون الفرد في حالة مزاجية جيدة فسوف يحبط نفسيا من أبسط المواقف الضاغطة وهذه العبارة جعلتها خاطئة كلمة جيدة فالكلمة الصحيحة الكلمة الصحيحة هي سيئة عندما يكون الفرد في حالة مزاجية سيئة فسوف يحبط نفسيا من أبسط المواقف الضاغطة أي موقف بسيط لما يكون الإنسان متعب نفسيا فهو راح ينضغط من أي موقف بسيط يتعرض إليه السؤال الذي يريه أكتب أكتبي أمام كل مثال العامل المؤثر في قدرة الفرد على تحمل الإحباط هذه الأمثلة لدي مثالا المثال الأول والدة هند دائما تطلب منها التأكد من أن باب المنزل مغلق تكرر عليها هذه السلوكيات منذ الصغر وتكرار ذلك أصاب هند بالقلق القلق 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 ثم الوسواس فهند ليس لديها القدرة على التحمل مما قادها إلى المرض هالمثال هذا يعبر عن العامل المؤثر في قدرة الفرد على تحمل الإحباط ليش هند ما قدرت تتحمل الإحباط؟ لأنه عندها القدرة الشخصية هنا ضعيفة القدرة الشخصية ليس عندها قدرة ليس لديها قدرة فنحن نختلف في تحمل المواقف التي تشكل ضغطا على نفسيتنا قد يتعرض شخص آخر مثل ما تتعرض إليه هند ولكن لا يصبح عنده لا وسواس ولا قلق لأنه عنده قدرة التحمل ثانيا أحمد لديه دوافع كبيرة للعمل للدرجة أنه يعمل في عطلة الصيف وذلك لأن والده يحثه دائما على العمل هذا المثال يبين لنا عامل من العوامل المؤثرة في قدرة الفرد على تحمل الإحباط وهو البيئة المحيطة البيئة المشجعة البيئة المحيطة التي نعيش فيها حيث أن المكان الذي يعيش فيه الفرد يؤثر على شخصيته مثل الأسرة، المدرسة، المسجد، النادي، الحي إلى خلاف ذلك اختر واختاري الإجابة المناسبة للعبارات بين الخيارات التي تلي كل منها واحد، الرضيع يبكي من أجل أن ترضع أمه الحليب فهو لا يستطيع تأجيل حاجته هل هذا نتيجة النمو؟ أم الثقافة الاجتماعية؟ أم الدين؟ أم البيئة المحيطة؟ نجد أن الرضيع لأنه لم ينمو بعد فهو لا يستطيع أن يشبع رغباته لا يستطيع أن يؤجل رغباته ثانياً كل ما يتعلمه الفرد من مجتمعه وأسرته من عادات وتقاليد هذا المجتمع يضم أيضاً الأسرة من عادات تقاليد أعراف يساعد على التحكم في الدوافع والسيطرة عليها هل هذا بسبب الدين؟ أم النمو؟ أم الثقافة الاجتماعية؟ أم الوراثة؟ نرى أنه بجانب إيش؟ بسبب عفواً الثقافة الاجتماعية الثقافة الاجتماعية هي كل ما يتعلمه الفرد من مجتمعه وأسرته من عادات وتقاليد وأعراف يساعد الفرد على التحكم والسيطرة على دوافعه يبتعد المرء عن الأعمال المحرمة ويخشى من عقاب الله ويطمع في ثوابه لذا يتحكم المرء في دوافعه لتحقيق رضا الله هل النمو؟ أم الثقافة الاجتماعية؟ أم الفطرة؟ أم الدين؟ الدين هو الذي يجعلنا نبتعد عن الأعمال المحرمة ونخشى من عقاب الله سبحانه وتعالى تم بحمد الله مراجعة تامة وكاملة للوحدة الثالثة من مادة الدراسات النفسية الاجتماعية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعينكم طالباتي وطلابي الأعزاء ويوفقكم لما يحبه ويرضاه والاجتهاد والمثابرة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم في الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا